في النصف الاول من هذا العام وصل انتاج الحبوب الصيفية الى مستوى قياسي بلغ 142.8 مليار كيلوغرام بزيادة قدرها مليار ومئتان وعشرة ملايين كيلوغرام مقارنة مع العام الماضي وزادت مساحة حبوب الخريف بشكل مضطرد كما نمت المحاصيل في الحقول بشكل جيد ايضا في النصف الاول من العام الجاري ظلت الحبوب والمنتجات الزراعية الثانوية الرئيسية تتميز بكميات كافية واسعار مستقرة ولم تظهر اي مؤشرات على نفال المنتجات الزراعية في المدن الكبيرة والمتوسطة بسبب تأثير الوباء بالاضافة الى ذلك ظل معدل القبول من حيث الجودة والسلام لعينات المنتجات الزراعية اعلى من 97.5% في النصف الاول الامر الذي يظهر ان جودة التنمية الزراعية مستمرة في التحسن علاوة على ذلك تسارعت وطيرة انتعاش الشركات الريفية وتعززت انجازات التخفيف من حدة الفقر عبر تنمية الصناعات في نهاية مارس الماضي كانت المؤسسات العاملة بالزراعة قد استأنفت العمل بشكل اساسي في جميع انحاء البلاد حيث عادت الطاقة الانتاجية حاليا الى مستوياتها الطبيعية موسيقى